في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة انتلقت مبادرة أنت الحياة في مركز مدينة برج العرب القديمة بالإسكندرية وتشمل المبادرة قوفل طبية في مختلف التخصصات وورش عمل حرفية وغيرها من الفعليات تنمية المجتمع بكافة طوائفه وفئاته المختلفة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري هدف تبنته مبادرة أنت الحياة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة والتي وصلت إلى مركز ومدينة برج العرب القديمة بالإسكندرية لم تقتصر فعليات مبادرة أنت الحياة لمؤسسة حياة كريمة على النواحي الخدمية فقط بل تضمنت أيضا إقامة فعليات ترفيهية للأطفال وإقامة ورش عمل الهدف من المبادرة اللي احنا بنقدم كافة الخدمات التي تهم المواطن سواء خدمات صحية أو طبعوية تزديد ديون غارمات أو توفير كروت لزولة احتياجات الخاصة عن طريق مؤسسات التحالف عندنا مجلس القوم المرأة ووزارة الثقافة بتقدم العروض بتاعتها المجلس القوم المرأة النهاردة بيقدم 13 ورشة عمل الهدف منها تدريب السيدات على الحرف اليدوية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع لم تكتفي بالمشروعات العملاقة التي غيرت صورة الحياة في هذه المناطق فقط بل شملت أيضا المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تساهم بالتوازي مع تلك المشروعات في تحقيق حياة كريمة ولائقة للأهالي الذين عانوا طويلا من التهميش والنسيا اشتركوا في القناة